موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في حديث العاشرة استغلت الميليشيا الحوثية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وقامت بفرض شعاراتها الطائفية في الانشطة والفعاليات المدرسية في مناطق سيطرتها في اطار تطيفها المستمر للعملية التعليمية نتحدث في هذه الحلقة حول ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تطيف للعملية التعليمية ووسائل ذلك مستغلة العدوان الاسرائيلي على غزة ما الذي ايضا اتضمنته التغييرات الطائفية في المناهج التعليمية في مناطق سيطرت الميليشيا الحوثية وما الذي تهدف اليه الميليشيا الحوثية من وراء ذلك ناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستيديو الكاتب والباحث فيصل نهار وحييك استاذ فيصل معنا في حديث العاشرة اهلا وصلا بكم وفرصة طيبة وشكرا جزيلا لهذا اللقاء اهلا وصلا اذا اصبح لي الصلاة فيصل قبل ان نبدأ نقاش اذا نشاهد مشاهدين الكرام هذا التقرير مناهج خمينية لا يمنية ذلك ما تسعى لتحقيقه الميليشيا الحوثية وما كان مجرد تخوفات او واقعا مخيفا في صعدات اليمنية بات واقعا اكثر رعبا على امتداد سيطرة ميليشيا استهداف الهوية فالمناهج المحرفة تنضح بالطائفية وتقديس المجرمين ابتداء باغلفة الكتب التي تحمل صور اسرة الزقوم الحوثي تاركة كل من يرى الكتب المدرسي اليمنية في ذهول التساؤل ما علاقة صور المجرمين بكتب التلاميذ اليمنية تساؤل لا تلبث المحتويات المحرفة في الكتب المدرسية ان تقدم اجابته المحملة بما هو اشد قبحا من قبح الغلاف فاذا مقص القادمين من قم لتحريف المناهج يستهدف بالحذف كل ما له علاقة بثورات اليمنيين في خطوات شيطانية هدفها النهائي شيطانة الثورات اليمنية وتجريم الثوار اليمنين فالمنهج الحوثية تلغي ابتداء حضور الزبيري والقردعي وامثالهما ثم تنتهي بتجريمهما وتعزز حضور المجرم الرسي والحوثي وتنتهي بالطالب عند تقديسهما تنسف تعايش اليمنيين الذي عززته مناهج الوسطية وتلقي بالطلاب في جحيم الطائفية ومع التحريف القاتل للمناهج اليمنية تأتي الانشطة المدرسية مصبوغة بالصبغات خمينية فلا يكاد من يسمعها يصدق ان مثل هكذا صراخات بتقديس ملال الدم قادمة من مدارس يمنية تحريف ممنهج للمناهج والانشطة لا تتورع ميليشيا ايران ان تستغل لاجله كل جديد ولو كان ذلك على حساب الدماء الفلسطينية ففيما احرار الامة مشغولون بهم غزة وفلسطين جعل الحوثيون من الحدث فرصة لترسيخ الافكار الخمينية في عقول الاطفال اليمنية فارضين صرخة الموت واللعنة في مدارس جديدة بمحافظة اب وسواها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لتبقى المعركة الاخطر هي تلك التي تخوضها الميليشيا في عقول الصغار على حين غفلة وانشغال بصراعات الهامش بين من يفترض انهم كبار شكرا للزملاء الذين اعدوا هذا التقرير ابدأ النقاش مع ضيفنا في الستوديو الكاتب والباحث فيص النار وحييك من جديد عملية تطييف مستمرة تقوم بها الميليشيا الحوثية لأركان العملية التعليمية بشكل عام لا نتحدث عن المناهج فقط يعني ماذا تقرأ في هذا الاستمرار وبهذه الوطيرة المتسارعة والتصعودية للعملية التعليمية لتطييف العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الآن نتحدث عن استغلال العدوان الاسرائيلي على غزة تقوم الميليشيا الحوثية بفرض شعارها الطائفي في طابرة الصباح المدرسي تقوم أيضا باستغلال الانشطة والفعاليات التعليمية المدرسية نعم اسمح لي سيد الكريم أولا أن أقول لك العملية التعليمية يعني أساسيتها ثلاثية المعلم والتلاميذ والإدارة الإدارة المدرسية والمنهج والمنهي نعم العصابة الحوثية استغلت هذه الثلاث وجعلتها كلها تخدم أغراضها الطائفية التشيعية التشيع القسري فمثلا استغلت الآن الأحداث غزة والعدوان على غزة وبدأت تحاول ركوب هذه الموجة بل أنها يعني قدمت نفسها للمجتمع على أساس أنها هي المنقذة وأنها كذا وبالتالي هذا كله انعكس على التربية والتعليم في الطابور في الطابور الصباحي في المناهج المدرسية بل حتى مع خطابات أولياء الأمور وجعلتها وسيلة أيضا للنهب ففرضت على أولياء الأمور مبالغ مالية بحجة دعمهم أو دعم هذه الجماعة لكي تدرب أبناءهم لكي يلحقوا بإخوانهم في غزة هكذا تويمهم هكذا بل أنها بدأت بتجنيد الأطفال من سن 13 إلى سن 16 سنة من المدارس من المدارس نعم من المدارس رأسا سابقا كانت تخشى أو توارب أو بطرق مختلفة لكن الآن في هذه الفترة ما بين 2021 إلى الآن بدأت بكل فجاجة تأخذ الطلاب من المدارس بل القصر حتى أن القانون الدولي وخلصت حتى القانون الدولي في أنه لا يحق للطفل أن يستخدم عسكريا أو نحوها ما لم يتعدل للسن الثامنة عشر العصابة هذه استغلت هذه الأحداث التي في غزة فاستغلتها بعدة أشياء من ضمنها أقامت أنشطة واحتفالات وكل هذه الاحتفالات والأنشطة كانت سببا لدر الأموال على هذه العصابة من خلال فتح باب التبرع طبعا التبرع ليس اختياري كما في بقية العالم التبرع إجباري والذي لا يتبرع يتم السطو عليه يتم نهبه بل أنه في الفترة القريبة التي مضت طالب التلاميذ بأن يحضر كل واحد صورة شهيد من أهله يحضرها إلى الطابور ويرفعها في طابور الصباح ويرفعوا الصرخة بل أنه في فترة من الفترات كانت الصرخة حق الحوثيين هذه الصرخة المشؤومة التي شتتت باليمنيين والتي أودت بالشعب اليمني وباليمن بشكل عام بدل أن كانت رديف للنشيد الوطني أصبحت الآن البديل الأول للنشيد الوطني في المدرسة هم أصلا لا يؤمنون بالنشيد الوطني أصلا هم أصلا لا يؤمنون بالجمهورية وبالتالي هو يريد أن يصنع من هؤلاء تلاميذ جيل ملغم معبطة طائفية وشعية يحاول بها أولا يقمع خصومه والثاني أيضا يقاتل من أجل مبادئ الإمامة وولاية الفقه العملية التعليمية أنا ذكرت أنها أربع أقسام وهي المنهج والمدرسة والطالب والمعلم طبعا أنا سأتطرق إلى نقطة معينة وهي نقطة المعلم المعلم طبعا أكبر من أكبر شخص تضرر من الإنقلاب الحوثي الإجرامي هذا كان هو المعلم لأنه أولا لا يمتلك وظيفة أخرى لا يجيد منها أخرى غير التعليم هذا معروف فكان أيضا صبت هذه الجماعة المتطرفة صبت جمغة غضبها أو كل طاقتها التوجيهية والضغط السياسي وغيره وغيره على المعلم فأجبر المعلمين معظم المعلمين على حضور دورة بل حضر خمسين ألف معلم بالإجبار خمسين ألف على مستوى الجمهورية في المناطق التي سيطرت عليها جماعة الحوثي حسب منظمة اليونسيد خمسين ألف معلم حضروا دورات إجبارية تطيفية لكي يصنعوا منهم معلمين أو مفخخين أو صانعي ألغام في عقول التلاميذ هذه الدورات كانت تعتني أو تعنى بالتشيع القسري وإخضاعهم أيضا هؤلاء المعلمين للعقاب في حال عدم خضوعهم لدخول هذه الدورات بل أنهم وصلوا بعد مرحلة المعلمين إلى مدرع المدارس ومدرع المكاتب بل وصلوا إلى الوزراء أنهم يعني وضعوا وزراء يعني يقومون قائمين بأعمال وزراء أنهم دخلوا دورات ثقافية ما يسمونها بالدورات ثقافية ودورات تطيفية وتشيعية بحيث أنهم يحاولوا الهدف الأول منها صبغة للمجتمع بصبغة فكرية طائفية دموية إرهابية النقطة الثانية في حق المعلم هناك طبعا قبل يومين تم إغلاق مدرسة اسمها مدرسة الجليلة في شملان بسبب رفض المعلمات لدخول دورة دورة مذهبية من دوراتهم وتم اعتقال المعلمات 19 معلمة اعتقالهم هذا حسب ما ذكرت كثير من القنوات طبعا تعرض المعلم الذي يعارض هذه السياسة أولا للقتل للاختطاف فطبعا تم اختطاف ستمين أو ثنين وعشرين حسب منظمة اليونسيف ستمين أو ثنين وعشرين معلما مختطفا مات منهم أربع عشر معلما بالتعذيب بالتعذيب داخل السجود وبالمعاملات سيئة بل أن بعضهم عندهم أمراض واحد عنده سرطان السكري أمراض كثيرة بل يحرمونهم من الأدوية ويعطوهم أدوية فاسدة لمن يعطى يعطى أدوية فاسدة أو أدوية تضر بصحة المدرسين كثيرا أيضا تم اعتقالهم بل أنه مئة وسبعين ألف معلم ومعلمة مئة وسبعين ألف حسب منظمة اليونسيف لا يستلموا رواتبهم منذ عام الفين واربعة عشر إلى اليوم إلى عام الفين وثنين وعشرين أقصد هناك 21 ألف واربعمائة وثنين وعشرين جريمة جريمة تقوم بها الجماعة الحوثي على مستوى الجمهورية وكان الثلث من هذه الجرائب من هذا الرقم كامل كان من نصيب التربية والتعليم نعم طبعا يسفح لي الصلاة نشرك معنا في النقاش الدكتور علي العباب نائب وزير التربية والتعليم دكتور يعني تغييرات مستمرة تطال العملية أو أركان العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشية الحوثية من المعلم إلى المنهج إلى الطالب إلى الإدارة المدرسية والتربوية يعني من الذي تسعى إليه الميليشية الحوثية من وراء ذلك أخي العزيز هذه الجماعة منذ دخولها العاصمة صنعام واستلاءها على وزارة التربية والتعليم وممارستها للقتل والتشريد لأبناء اليمن ونشر الرعب في كل مكان إلا أنها الآن تمارس قتل اليمنيين فكريا من خلال خطتهم في طرح نظام تعليمي مختلف عن نظام التعليم اليمنى الذي عاهدناه منذ عام 62 إلى هذه اللحظة فهم ينشورون الفكر المذهبي الطائفي من خلال مقرراتهم يقضون من خلالها على حرية الرأي والفكر وبالتالي يفرضون فكر العنف والكره والبغضاء بين أفراد الشعب اليمني هم بذلك ينشون أجيال منسلخة عن هويتها وعقيدتها سعتنق الفكر الطائفي والمذهبي وبالتالي هذه الجماعة هدفها طبقي تميزي بين أفراد المجتمع اليمني وبالتالي هم أصروا على حذف أحد أهداف الثورة اليمنية والذي ينص على عدم التمييز بين طبقات المجتمع اليمني نعم لعلكم في وزارة التربية والتعليم ترصدون ما يعني قامت به الميليشيا الحوثية من تغييرات في المناهج الدراسية خلال السنوات الماضية في مناطق سيطرتها ما الذي تضمنته أو أبرز ما تضمنته هذه التغييرات طبعا حرصت هذه الجماعة على تغيير المناهج التربوية منذ توليها وزارة التربية والتعليم والذي تربى عليها أخو عبد الملك الحوثي وقاموا بتغيير المناهج في الصفوف الأولى بداية ثم تدرجوا في ذلك إلى أن وصلوا الصفة التاسعة الأساسية اعتبروا ملازم حسين بدر الدين الحوثي هي مرجعية للمنهج التربوي التعليمي اليمني والتخلوا عن المنهج والمنهج السابق وفلسفة المجتمع اليمني وحرصوا على أن يدخلوا منهج يحاول أن يغير من القيام الوطنية قيام المساواة والهوية وإذابة الفوارق الطبقية والعنصرية بين أفراد المجتمع حتى وصل بهم الحال إلى تغيير أهداف الثورة اليمنية وصل بهم الحال إلى تغيير التاريخ وتزويره وصل بهم الحال إلى تغيير قصائد الشاعر الكبير عبد العزي المقالة وإدخال قصائد جديدة لشاعرهم عاد الجنيد الذي لا يقارن الشاعر الكبير عبد العزي المقالة هذه كلها تدخلات في المنهج اليمني ليس لنا بها صلة لا من قريب ولا من بعيد في المجتمع اليمني مخالفة لتوجهات الشعب اليمني مخالفة لفلسبة المجتمع اليمني هي أفكار تحث على العنف والكراهية حتى أنهم وصل بهم الحال إلى التدريب داخل المدارس على السلاح وعلى القتال وهذا منافي لحقوق الطفولة التي تنص عليها كل مواثق الأممية وناهيك عن الديانات السماوية التي حرصت على السلم والسلام وعلى حقوق الطفل والإنسان وبالتالي يمخالفوا كل هذه الغوانين لإرضاء ملاليهم في إيران ونشر هذه المناهج داخل المجتمع اليمني نعم أيضا دكتور نتحدث عن مخاطر هذا التحريف على الجيل على عقول أطفال اليمن نتحدث عن أفكار هدامة تنشرها الميليشي الحوثية وتفرضها على أطفالنا في المناطق التي تخضع لسيطرتها لا شك أن التحريف له خطر كبير على المجتمع اليمني وعلى الإقليم على حد سواء ونحن نعرف جميعا أن أي قوات تحاول السيطرة على بلد تركز على المؤسسات التعليمية لأن استداف هذه المؤسسات لا ينتهي بانتهاء اللحظة وإنما يمتد على مستوى أجيال متعاقبة وهذا ينذر بخطر كبير على المجتمع اليمني وعلى المجتمع الإقليمي بشكل عام بما يهدد بتغيير فكر الأطفال وخلق جيل مشوه وعدائي على المدى البعيد يعتنق الفكر الطائفي والمذابي والذي سيصعب في يوم من الأيام مواجهة هذا الجيل ولا بد أن نواجهه بالفكر ويحتاج إلى سنوات طويلة وبالتالي يجب أن يكون لك تحرك كبير للمنظمات الأممية المعنية بحقوق الطفل المعنية بالتعليم كاليونسيف واليونسكو والأليسكو وأيضا المجتمع العربي بالضغط على هذه الجماعة لتوقف عن تحريف المناهج وتفخيخ عقول أبنان الطلاب التي سيصعب علينا في يوم من الأيام تغيير هذا الفكر إلا بجهد كبير وسنوات طويلة يصعب علينا هذا التغيير إلا بعد بذل جهد كبير وعنا يقابله أيضا في تغيير هذا الفكر أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي العباب نائب وزير التربية والتعليم أعود إلى ضيفنا في الاستوديو فيصل نهار كاتب وباحث ما الذي لفتك فيما قامت بي المنشة الحوثية من تغييرات في المناهج التعليمية نعم الجماعة الحوثية هي أصلا لا تؤمن بالجمهورية وبالتالي فإن كل كلمة جمهورية في المنهج المدرسي فهو يضرها بالتالي لذلك أول شيء قامت به تشويه صور الرموز الوطنية فبدأت بالسخرية من شهداء 26 سبتمبر بدأت بالسخرية من أهداف 26 سبتمبر بل أنه هناك أخبار مؤكدة على أنها سوف تقوم بإلغاء التعليم الثانوي والاكتفاء بالتعليم الأساسي فقط لما يمكنهم فقط للقراءة والكتابة لما يفيدهم في دوراتهم الطائفية فقط وبالتالي تكون هناك الجبهات الجماعة الحوثية هذه العصابة قامت بأعمال إجرامية في المنهج التعليمي فمثلا أنا سأقول لك هناك دروس طائفية مركزة أو خاصة على مادة التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والتاريخ والرياضيات فطبعا حتى مادة الرياضيات لن تسلم منها فتخيل أنه مثلا هناك درس يقول إذا جمعنا بندق زائد بندق في صف الثاني ابتدائي بندق زائد بندق يساوي كم؟ هذا السؤال في صف الثاني ابتدائي موجود هناك إضافة أضافت إلى المنهج ملازم ما تسمى ملازم ملازم الهالك حسين بدر الدين الحوثي طبعا هذه الملازم كلها عبارة ملازم تكفيرية ملازم تفخخ عقول النش والجيل والشباب بما يجعلهم قنابل موقوطة في مجتمعهم وعلى الوطن بشكل عام بل أنهم تزرع فيهم كراية الوطن بشكل عام وكراية كلمة عربي وهذا طبعا لعمري أنه نشتم منه رائحة السيل أو الضخل الإيراني الفارسي في الثقافة الحوثية طبعا في كتاب اللغة العربية غلاف اللغة العربية لصف الثاني ابتدائي وضعوا صورة لطفل يلبس كوفية فلسطينية الشالة الفلسطينية هذا الطفل طبعا هذا الطفل قتل هذا الطفل جعلوا منه شمعة ليهيجوا به نفوس الأبناء والشباب ويقولوا لهم تعالوا ندخلكم دورات من أجل أن نذهب بكم إلى تساندوا يقوانكم في فلسطين هكذا يقولون أيضا كثير من الكتب طبعا هذا هو هدف الأساسي التشجيع الالتحاب بالمعسكرات والجبهات سواء في مأرب أو في تعز أما في فلسطين فهم بعيدين عنها طبعا نعرف ويعرف المستمع الكريم والمشاهد الكريم الحركات الطفولية التي قامت بهذه الجماعة في أحداث غزة بإلقاء صواريخ سقطت معظمها كانت معظمها على مارب وعلى تعز وعلى كثير من مناطق الجمهورية ولم تصل إلى إسرائيل شيء هناك أيضا قصيدة قصيدة وهي ما أحب أن أركز عليه هذه طبعا لم يتنبه لها كثير من الناس قصيدة للهالك إبراهيم حميد الدين في كتاب التربيل الإسلامي الصف الرابع هذه القصيدة تقول تبدأ في قولها هذا الإله ينادي لا تقنطوا يا عبادي قصيدة على أساس أنها روحانية ثم تختتم هذه القصيدة ببيت يقول بالآي والآل نفخر لا تقنطوا بالآي والآي بالآي والآل نفخر من زيق أهل الفساد على أساس أنه لا يجوز التمسك بشيء سوى آل البيت والقرآن الكريم ولأنهم يعتبرون في السنة ثقافة قرآنيون بالتالي هم لا يؤمنوا بالسنة فكل ما ورد في السنة وهم لا يدركون أنه قوام الدين كامل وتفاصيل موجودة في السنة وليست في القرآن القرآن تشريعات كبيرة فقط طبعا هناك يعني في كتاب أيضا في التربيل الإسلامي في الصف الخامس موجود سؤال هناك أو معلومة المؤمن يهتدي بالقرآن وبالتمسك بأهل البيت وطبعا صور الطفل يصلي وهو مسربل فهناك صور مستفزة حتى أنهم وضعوا في كتاب الصف التاسع التربيل الإسلامي يعني درس اسمه الكبر الكبر في الإسلام هكذا اسمه الكبر في الإسلام الكتاب نعم الدرس هذا يتكلم عن الكبر وأنه لا يجوز الإنسان يتكبر وأنه وكذا ثم ذكروا الكبر على الأنبياء لا يجوز الإنسان أن يتكبر الأنبياء ثم رفقوا الأنبياء تخيل أنهم قرنوا من يسمونهم أعلام الهدى الهالكين من عبدالله بن حمزة وغيره 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 من الرسي وغيره قرنوا بالأنبياء فقالوا التكبر الأنبياء لا يجوز وكذلك على أعلام الهدى وذلك برفض طاعتهم واتباعهم أما في الصف الثامن أساسي ففي مادة التربية الوطنية في كتاب التربية الوطنية هناك تكليف داخل الكتاب وهو من أنشطة الدرس يقول اكتب بخط واضح عن تأثير حصار العدوان على اليمن وتأثير ذلك على الرعاية الصحية لدى اليمنيين يدري يحاولوا أن يشركوا التلميذ في جرائمهم التي افتعلوهاهم وأذاقوا الشعب اليمني ويذوقوا الشعب اليمني اليوم مرارات الجوع والقهر والقتل والسجن والاختطاف والتعديب والإهانة وهدك الأعراض وتخطي كل الخطوط الحمراء والعرف والإنسانية والكل تخطوها كاملة وبالتالي يحملوها غيرهم من الناس هذه الجماعة أيضا من ضمن جرائمهم أنهم قاموا بتغيير مدراء مدارس ومديرات مدارس سنأتي إلى هذه على حسب هو أهم اسمح لي أن كان كلامك لا يقاطع على ما أورط من معلومات الدقيقة فيما يتعلق بتطيف العملية التعليمية في مناطق سيطرات الميليشيا الحوثية اسمح لي أستاذ فيصل نذهب مشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل ومن ثم نكمل النقاش حول ما تقوم به الميليشيا الحوثية من عملية تطيف واسعة لأركان العملية التعليمية في مناطق سيطرتها فاصل ونعود اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشرة نناقش في هذه الحلقة سمرار الميليشيا الحوثية في تطيف العملية التعليمية أشار ضيفنا في صنهار الكاتب الباحث المحور الأول ما يتعلق ببعض ما تم تحريفه في المناهج التعليمية ربما أردت أن تشير إلى ما يتعلق بالتطيف للإدارة التربوية أو الإدارة المدرسية ما الذي قامت بالميليشيا الحوثية فيما يتعلق بتغيير المعلمين والإدارات المدرسية وموظفي مكاتب التربية سواء في المديريات أو المحافظات طبعا هذه العصابة دائما كل ما تفكر أنها تريد أن تنتصر ترتكس وبالتالي هي ترى أنه المعلم هو المحور الأساسي في التغيير الديمغرافي داخل المجتمع اليمن فحاولت أولا أن تغير أو تطيف الناس فلم تستطع إلا أنها رأت لأنها استقدمت طبعا معروف عنها أنها استقدمت مفكرين ومخططين ومدربين من العراق ومن لبنان ومن غيرها ومن إيران مفخخين مفخخين نعم بما يخدم مشاريعها فهؤلاء أشاروا عليهم بأن المعلم والإدارة هم المحور الأساسي لتغيير المجتمع طبعا معروف في الشعوب كامل عند الشعوب كامل أن المعلم إذا صلحة صلحة البلد كامل وإذا فسدت فسدت البلد ولذلك ركزوا على أولا تطهيف المعلمين والإدارات بالقاثر طبعا الذي لا يستطيع لهم معهم طبعا أساليب أخرى فهناك طبعا أعداد هائلة جدا من المعلمين من دخلوا السجون وما زالوا معتقلين إلى حد الآن ما يقارب 800 معلم 800 معلم هذا الرقم أنا أقوله منقول من موقع منظمة اليونسي في العالمية 800 معلم مخفيين قصريا لا يعرف أحد أينهم بسبب أنهم رفضوا الأفكار الطائفية التي دعتهم إليها هذه العصابة وبالتالي فإنهم تم اختطافهم وإخفاءهم قسريا الرقم الثاني 14 معلم ماتوا تحت التعذيب والجلد والإهانة والحبس والحرمان من النوم بل والحرمان أيضا من الدواء والعلاج هناك طبعا تم تغيير مدراء مدارس ومديرات مدارس كثيرين جدا وهذه طبعا العملية تكفل بها المدعو يحياء الحوثي الذي يشغل منصب وزير التربية التعليم نعم نعم الذي يعني يزور أنه وزير التربية التعليم منتحل لهذه الأصفة طبعا هذا الرجل كلف شخص اسمه حمران محمد حمران هذا الشخص محمد حمران تعطي مبلغ كبير جدا يقال أنه أكثر من 300 مليون ريال يمني فقط ليحاول أن يؤدلج الإدارات المدرسية بل أنهم عطوه صلاحيات لتغيير مدراء مكاتب نعم هذا العام 300 مليون العام الماضي كان المبلغ للتغيير المتعلق بالمنهج 200 مليون ريال بالطبع القديمة لا هذا طبعا هذا موضوع آخر هذا موضوع اسمه صندوق التعليم صندوق التعليم هذا تم إنشاؤه بعدما طرحوا يحيى الحوثي المدعو يحيى الحوثي طرحوا على مجلس النواب مجلسهم فطبعا هذا يدل في الموضوع هذا حتى تم إقراره ب500 مليون ريال يمني أما هذا العام 2023 فتم إقراره بمليار ريال يمني يعني المبلغ كل عام يتضاعف التغييرات المنهجية تزيد تزيد من 2021 من 2020 إلى 2023 أكثر من أربع آلاف أكثر من أربع آلاف تغيير جذري في المناهج في المناهج المدرسية بل أنه لو أردنا أن نسجل يعني تضاعفت من العام 2021 عندما تحدث عن بداية التغييرات ربما كانت في العام 2017 بدأت تدريجيا قليلة جداً كانت 1400 و 1300 حسب ما عارف أنا 1300 وربعات تعديل في المناهج المدرسي الآن أكثر من 4600 تعديل موجود داخل المناهج المدرسي ولو أردنا ولو أرد أحد أن يجمعها كلها صارت مجلدات هذه التعديلات طبعاً هذه الإدارات كثيرة جداً منها في محافظة إب منها في محافظة بل أنهم أيضاً الآن بدأوا بخطط أو بطريقة ثانية جديدة وهو الطريقة الناعمة يعني فمثلاً أنا أعطيك مثال الآن أقام سكن داخلي لمدارس في الريف بغرض تغيير البنية الفكرية للمجتمع الريفي لأنهم يعرفوا أن المجتمع الريفي أكثر تمس سكن بفكره وعقيدته الإسلامية الصحيحة أكثر من غيره وبالتالي أقاموا سكن داخلي وبالتغذية في أكثر من محافظة في أكثر من محافظة مثل ريمة وفي أيضاً نائب عمران وفي عمران وفي عمران وفي البيضاء وفي صعداء وفي كثير من المناطق فأقاموا هناك بمبلغ هائلة يعني مبلغ خيالية طبعاً هناك أقاموا صندوق اسمه صندوق التعليم هذا الذي أتكلم عنه صندوق التعليم هذا يعني عمل الأول والأخير هو تحريف المناهي على يد هذا محمد حمران الذي له الضوء الأخضر حتى من سيدهم أو السيء عبد الملك الحوثي وطبعاً هناك أيضاً ضغوط أقاموها على المعلم من ضمنها سياسة تجويع سياسة تجويع كمن ضمنها الحربان من الراتب ما هو عقاب من يتكلم عن الراتب؟ الاعتقال السجل التعذيب الحربان من النوم في التعذيب الإعطاء أدوية مخالفة لم يؤمر بها طبيب وبالتالي القصد منها يعني أنه يموت ومن ضمنها طبعاً الاختطاف القصري من ضمنها آخر عمل قامت بهذه العصابة قبل ثلاثة أيام وهو اختطاف الشيخ أبو زيد الكومين رئيس نادي المعلمين والذي الآن حالته الصحية ساءت بسبب أنهم أعطوه أدوية يعني عمداً أعطوه أدوية ترفع الضغط الدم عنده والرجل عنده طبعاً السكري هذه العصابة طبعاً لا يجد عندها شيء اسمه إنسانية أو لا يجد عندها شيء اسمه قوامس الإنسانية انتفت منها قوامس القبلية كل شيء كيف ينظر الأباء الأمهات أولي الأمور في مناطق سيطرة الملشاة الحوثية لهذا التفخيخ الذي تمارسه الملشاة الحوثية بحق أبنائهم والله يا سيد الكريم أنا تواصلت مع زملاء أنا كنت أعمل في التربية عند زملاء الآن والله يعني زميلة أرسلت لي بصور للمنهج المدرسي يعني مثلاً والله هو يتبكي تسيلي صوته يتبكي قالت الآن أبنائنا يعني ابنك الذي ربيته طول عمرك على كتاب الله سنوة رسولة الآن يعبد الخميني ويعبد سيده ما يسموه بعبد الملك الحوثي تخيل في المنهج صورة لعبد الملك للهالك حسين بدر الدين الحوثي المجرم حسين بدر الدين الحوثي صورة له مرسومة كركتير داخل المنهج في الصفة الخامسة الابتدائي وتعتم مكتب الإمام العادر رضي الله عنه وأرضاه وصورة للإمام أحمد حميد الدين للهالك أحمد حميد الدين عدور جمهوريين كامل في اليمن كامل الذي أذاق الشعب اليمنية الويلات من أسلوب حكمه القمعي والإجرامي يكتب عنه قصص يعني يكتب قصة عن الإمام العادر أحمد حميد الدين رضي الله عنه مدري أش بعد هذا في كتاب في كتاب الصفة الخامس نعم في الوطنية موجود بل أنهم الآن أصبحوا لا يوجد كل دروس التعبير التعبير في اللغة العربية لا يوجد درس عن الأم تم حذف المواضع التي تتكلم عن الوطنيين تم حذف كل موضوع يتكلم عن 16 سبتمبر تم حذف قصة صلاة الدين تم حذف من الخريطة يعني تم تغيير حتى الخطوط الدولية تم تغييرها بل أنه يكتب أمام جمهورية إيران يمهورة إيران الشقيقة تم على أساس والدول العربية أمام السمهم تخيل أنهم يصور لك صورة من المجلس الرئاسي ويوضعهم في كتاب ويسألك من هم المنافقون ويسأل سؤال من هم المنافقون والجواب المنافقون هم الدواعش وقدامهم الصورة صورة الرئيس السابق عبد الربو مصر هذه ومجلس الرئاسي كامل والوطنيين بشكل عام ويوضع هذا موجود في المنايج طبعا هناك كارثة هذه المنايج كارثة إذا لم تتنبه الحكومة وتقوم بعمل سياسي بالضغط يعني عمل سياسي دولي بالضغط على الجماعة هذه بالتوقف عن سنتي إلى ما تعلق بهذا الدور أو من المفترض أن تقوم بالجهات الحكومية المعنية في الحكومة الشرعية سمحني ولكن نشرك معنا في النقاش حسين الخولاني أمين عام نقابة المعلمين والقائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنين وحييك معنا في حديث العاشرة هل تتم عملية رصد لكل ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تحريف أمبو السمر وممنهج للعملية أو للمناهج التعليمية في مناطق سيطرتها أسعد الله أوقاتك وأوقات الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وشكرا على الاستضافة بهذه المداخلة وحب وشكرا إلى الموصول لكم على تسليد الضوء على العملية التعليمية التي هي عملية وطنية هامة ذات بوء استراتيجي متعلق بالجانب الوطني والديني وثقافة المجتمع اليمنى فلكم الشكر على تسليط الضوء على هذه القضية وبالنسبة لسؤالك هل تم عملية رصد لكل ما يطال المناهج الدراسية من تحريف وتفخيف في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية يعني لا أعتقد إطلاقا أنه تم رصد كل ما يحدث من اختلالات وانتهاكات في حق المناهج وليس المناهج فقط بل العملية التعليمية برمتها حيث طال الانتهاك كل عناصر العملية التعليمية المبنى المدرسي والإدارة المدرسية والطالب والمعلم والكتاب المدرسي والإدارة المدرسية هذه كلها عناصر العملية التعليمية وكلها مسها الضرر كلهم في جانبه فالمعلم في جانب حقوقه وانتهاكاته والطالب في جانب حقوقه كطالب وتحريف وتعليمه مبادئ محرفة والمبنى المدرسي في بعضها يعني حولته لا تكنت عسكرية ودمرات وكذلك الإدارة المدرسية أصبحت إدارة طايفية وتم استبعاد كل الكوادر الوطنية الموجودة داخل العملية التعليمية أو إن لم يكن كلهم فأغلبهم وللأسف الشديد لم يتم رصت كل هذه الانتهاكات التي تمت من قبل من قبل مليشيا البلوثي بل بالعكس لم يرصد منها إلا القليل وبطريقة غير منظمة سواء من قبل الإعلام من قبل وسائل الإعلام أو من قبل بعض منظمات الحقوقية أو من قبل نقابة المعلمين التي أصطرت دراسة حول انتهاكات العملية التعليمية من خلال تقرير حقوقي ودراسة أخرى أكسد تقرير آخر تدرق إلى هذا الموضوع ودراسة متخصصة حول انتهاكات الحوذي في المناهج التعليمية على وجه الخصوص ولكن الحقبة معينة لفترة زمنية معينة فقط نعم أمام هذا التحريف المستمر والممنهج يعني البعض تسأل أن الجهات المعنية في الحكومة الشرعية اكتفت ببعض التصريحات أو جهود خجولة وبسيطة برأيك لماذا؟ ما هي الأسباب؟ أننا لم نلمس جهدا ولا دورا يعني فائلا من قبل حكومة شرعية في موضوع رسط الانتهاكات بطريقة ممنهجة وبطريقة وطنية لم أسمع يعني لربما كان هناك يعني جهد بذل من الحكومة أنا لا أعلم حقيقة ويفترض أنه لا يخفى عليناك نقابة معلمين يفترض أن نشرك في رسط هذه الانتهاكات ونحن جاهزون ولدينا كما ذكرت في المداخلات السابقة لدينا دراسة متخصصة أجريناها خلال سنوات محددة الانتهاكة التي جرت تقريبا إلى عام 2021 فقط وما بعدها لم يتم هناك محاولة لتشكيل لجنة لرسط هذه الانتهاكات والعمل جاري على ذلك إن شاء الله فلدينا استعداد لمشاركة وزارة التعليم أو وزارة الثقافة أو الأوقاف أو أي وزارة متخصصة ومعنية بهذه النقطة فهذه قضية وطنية هامة تهم الحكومة برمتها فلم نلمس وأنا برأيي أن هذا سببه اللامبالا من قبل الحكومة وأنه ليس في منهجيتها ولا في خطتها وذلك يجعلنا نفكر بصورة سلبية أن هذا الموضوع تعريف المناهج والعملية التعليمية ليس محل الاهتمام عند الحكومة بطريقة ربما إهمال لن نقول أكثر من ذلك ومن هنا ومن خلالكم من ناشط الحكومة إلى إلى أن تلتفت لهذه النقطة لأنها متعلقة بمستقبل الأجيال والمجتمع اليمني في أهم قضايا دينة ووطنة وثقافة نعم كيف كيف برأيك أستاذ حسين كيف ينبغي التصدي المجتمعي لهذا التفخيخ الذي تمارسه الميليشيا الحوثية والذي له تدعية سلبية على عقول الناش والشباب في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أشكرك على هذا السؤال وحول هذا السؤال أقول أن المجتمع يجب أن يكون له دور كبير في ظل وجود في ظل غياب كل المعنيين بالصورة المطلوبة عن رصد هذه الانتهاكات وليس الرصد فقط بل الرصد ومقاومته ومقاومته عبر الأمم المتحدة عبر كل المواثقة الدولية التي تجرم العمل الطائفي والعنصري والمناطقي يعني يفترض على المجتمع في ظل غياب المعنيين أن يقوم بالدور الأمثل سواء في ظل وجودهم والتعاون معهم ولكن في غيابهم يكون الموضوع على المجتمع أوجب ويستطيع المجتمع أن يحد من هذه الانتهاكات من خلال توعية أبناء من خلال منع أبناء من المشاركة في الدورات الثقافية الطائفية من خلال والمراكز الصيفية الطائفية وكذلك يعني محاولة متابعة أولادهم فيما يتلقون من تعليم ومحاولة فلترة هذه المفاهيم التي تصل إلى أبنائهم فالمجتمع يجب أن يكون واعي ويقض لهذه العملية كما أنه يجب مقاومة هذا الموضوع حتى ولو بالأصيان المدني أو بأي طريقة تصعيدية في إطار يعني ما يستطيع المجتمع أن يقاوم هذا ما يقاوم هذا الانتهاكات لأنها قضية أساسية وجوهرية واستراتيجية تمس القضية الوطنية في الصميم وكذلك تمس الدين وأصول الدين من خلالكم أناشد المجتمع اليمني إلى مقاومة هذه الانتهاكات ومحاولة تحصين وتحريز أولادهم شكرا جزيلا لحسين الخولاني القائم بأعمال أو أمين عام نقابة المعلمين والقائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين شكرا جزيلا أعود إلى ضيفنا في الستوديو الأستاذ فيصل نهر الكاتب والباحث أستاذ فيصل أردت أن تشير قبل قليل لما يفترض أن تقوم به الجهات المعنية في الحكومة الشرعية باعتبارها مسؤولة عن كافة اليمنين البعض تحدث أنه بالإمكان أن نوفر منهجا إلكترونيا لطلاب والطالبات في مناطق سيطرات الميليشيا الحوثية نعم أنا أتمنى أن الحكومة تقوم بدورها الآن الجيل هذا الذي تحت في المناطق التي يسيطر عليها هذه تسيطر عليها هذه العصابة الإجرامية ينبغي أولا أنا أتمنى مثلا أن يكون هناك منهج حتى ولو إلكترونية يعني يصرفها للناس أي أشياء الثاني أنا أتمنى أن تقوم أيضا وزارة التربية والتعليم أو وزارة الثقافة أيضا بالتعاون مع وزارة الثقافة أن يكون هناك مكتبة إلكترونية يرجع إليها الناس تخيل أنه الآن معظم الكتب الفكرية والقصص البسيطة التي ربما يتعلم منها الطلاب غير موجودة حتى على النت هذا الشيء الشيء الثاني أنه الحكومة يجب أن تقوم دورها في الجانب السياسي بالضغط على الجانب الدولي أن يقوموا بالضغط على هذه العصابة بالتوقف عن تطييف المناهج وتفخيخ عقول الأطفال وتغيير العقيدة طبعا في القانون الدولي القانون الدولي يقول على أنه لا يحق لأي شخص أن يغير عقيدة شخص قسريا هذا معروف فما بالك والقانون آخر يقول أيضا لا يحق لأي شخص أن يفرط آراءه على الأطفال ما لم يتعدوا السن السبع عشر فهم جمعوا ما بين الثنتين وجمعوا ما بين الثالثة أنهم أيضا الطفل عندهم متضرر بأربع أشياء فهو إما مفخخ فكريا وهو إما مستعبد معهم أو أنه مجند أو أنه قتيل قتيل فهو بالتالي يعني متضرر فنتمنى حتى أن الحكومة أن تضغط حتى منظمات الطفولة العالمية أن تقوم بدورها يعني لماذا لا تقوم منظمات الدولية الحقوقية بدورها أمام الطفل الذي تنتهك حقوقه وينتهك حقه في العيش الكريم كطفل وفي حقه بالتعليم في أبسط حقوقه هذه بأنه يعطى كل حقوقه لماذا لا تقوم المنظمات أيضا المهتمة بالمرأة بإنقاذ الفتيات التي يتم تطييفهن وتغيير أفكارهن بل أنه اختطافهن واعتقالهن واعتقال التعسفي القسري لماذا لا تقوم أيضا المنظمات التي كانت للأمانة جالسة جننتبنا وصدعت برؤوسنا بحقوق الإنسان ولم نسمع لها الآن صوت أين أصوتها؟ المنظمات المجتمع المدني أيضا يعني المنظمات المعنية بالتعليم لم نلمس لها أين النقابات البقية أنا صراحة أتقدم بالشكر للنقابة المعلمية قامت بولو أنها عملها لا يكفي وحده لكن أن نهيب ببقية النقابات أن تقوم بدورها الطفل هذا ليس ابن شخص واحد هو يمثل كل أبناء اليمن هو يمثل ابني وابنك وابن فلان وفلان وفلان من الناس هذا ابناء اليمن في المستقبل ابن يمن في المستقبل هذا في يوم الأيام سيكون قنبلة موقوتة إذا لم نتدارك الآن الوضع الآن إذا لم نتداركه سيكون قنابل موقوتة تتفجر بالبيوت كم رأينا الآن من أطفال عدد من المدارس وقتلوا آباؤهم وأمهاتهم وأخوانهم كم أسر الآن قتلت بالمئات كنون العبدها عشرات الآن بالمئات قتلوا آباؤهم وأخوالهم وعمومتهم وأبنائهم أسر كثيرة بل أن أصبحت الآن المدارس أصبحت المدرسة تحولت من مدرسة للتعليم والترفيه تحولت إلى تاكنة عسكرية يتم فيها القمع ويتم فيها القمع الفتين البعض يقول أن الميليشة الحوثية تهدف من وراء ذلك إلى يعني إبعاد الناس عن العملية التعليمية هل تتفق معها مثل هكذا طرح؟ يعني يعز البعض أن ما تقوم به الميليشة الحوثية من ممارسات وتطيف للعملية التعليمية خصوصا في المدارس أنه يعني تهدف لإبعاد الناس عن التعليم أصلا هم لا يريدون التعليم تخيل أنه يعني إذا كان من يمثل عندهم قائدهم محمد علي الحوثي يقول نحن لا يريدونها ولا يسمونفسهم متنورين ما يعني هم لا يريدون أصلا التعليم أصلا جماعة جاهلة عدوها الأول هو التعليم ولذلك كان أول من استعده هو المعلم والطالب والكتاب والمدرسة فكم مدرس فجروا؟ كم قتلوا المعلمين؟ كم سفكوا من دماء؟ كم اختطفوا من طلاب؟ كم أهانوا من معلمات؟ كم غيروا في المنهج؟ كم غيروا في الحياة الديمغرافية للحياة التعليمية بشكل عام؟ هؤلاء الناس أول عدو لهم هو النور هم لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في الظلام ولذلك كان كل هجوبهم وصبوا جام غضبهم على التعليم وغيرهم طبعا ما أريد هنا أن أقول هنا تغضل هذه الجماعة من ضمن الأشياء التي قامت بها حديثا أنها فرضت الشعار في طابر الصباح إجباري أعظم من القرآن مستغلة الأحداث في غزة مستغلة الأحداث في غزة طبعا أحداث غزة كان يعني جعلت استغلت هذه الجماعة لأنها كانت أصبحت في كساد اجتماعي شديد وأصبحت في الهاوية إعلاميا حتى حتى داخل أبناء داخل هذه الطائفة المتطرفة يعني رأوا أنها فيها المنقذ يعني لأن تجعل منهم بطلا فهم الآن يروا أنفسهم طرزانات أو أنهم صناع المستحيل أو بأعمال السحرة هؤلاء وغيره وبأنهم سيقفزون إلى إسرائيل من صنعاء ومن صعدة ويخدعوا الناس بالإعلام الكاذب والديل والمهرجانات والشعارات الكاذبة كلها فقط من أجل تلميعهم بل أنهم هذا أيضا أثبت أن هناك تخادم ما بينهم هم والعدو الصهيوني بالتالي السفينة قصة السفينة هذه المسرحية الجميلة بإخراج جميل التي وردت لهم مجموعة من الأسلحة وقالوا استولينا عليها بل أنهم قبل يومين أقاموا فيها أعراس في تهامة محاولة طبعا لتلميع الأحذية أحذية الغرب يلمعون الحوتية لأنهم يعرفون أنها تخدمهم أكثر مما تضرهم فأما الشعارات التي ينادوا بها فيها كلها معروف عند الصغير والكبير والعاقر والمجنون بأن هذه الشعارات عبارة عن ذر الرماد في العيون وكذب على الناس بل وأنه تزيف للوعي هناك أيضا هناك مزيد من التشييع للمرافق التعليمية بشكل عام بحجة أيضا نصرة الأقصى يعني مثلا الفعاليات الجديدة فعالية يوم القدس يوم الشهيد يوم الأقصى أم الشهيد محمد الدرة محمد مدريئيش كل يوم معهم أسماء جديدة وهي شماعات غالبا تحمل هدفين فقط الهدف الأول التكسب المالي والهدف الثاني وهو التطييف الفكري هذا الثنتين وبالتالي أن تكون خادم لهم في الحالتين سيكون الناس لهم خدم وسيكون الناس أيضا تحت إدارتهم نعم برأيك كيف ينبغي مواجهة هذا التطييف نختم بهذا التساول أنا أرى أنه يجب أولا النعي النعي لحجم المشكلة هذا أهم أهم طريقة أول طريقة للنجاح في العلاج النعي لحجم المشكلة الكارثة كبيرة جدا أنا أعتبرها كارثة نووية فكرية كارثة نووية فكرية لن تطار هؤلاء الناس الذين تم تطييفهم بل ستطار كل اليمنيين وليس اليمنيين فقط بل على مستوى إقليمي لأن الأشخاص هؤلاء أول عمله هو الموت شعر رقم واحد هو الموت الموت لأمريكا الموت لفلان الموت للصغير الكبير لكل الناس بل أنه من يعاديه ومن يخالفه هو الموت الرقم الثنين يجب على الجهات الرسمية أن تقوم بضغوط بضغوط سياسي استخدام أوراق أكثر فاعلية في الضغط على هذه الجماعة بالتوقف عن تجنيد الأبطال وعن تطييف المنهج التعليمية وعن تغيير المنهج التعليمية ويعادتها إلى النشاق السابقة الثانية يجب أن تكثيف المواد الثقافية والتوعوية والتي يتم بثها إلى المناطق التي يشيطر عليها الحوثة أشكرك جزيل أشك في نهاية الحلقة الكاتب والباحث فيصل نهار شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة والتي عرجنا فيها على غيض من فيض ما تعرضت له العملية التعليمية وأركانية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية من عملية تطييف واسعة تقوم بها الميليشيا الحوثية شكرا لكم نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة